تابع الوحدة السادسة تخصيص التكاليف من مكرر محاسب التكاليف وإدارية واحد الخطوات المتابعة في معالج التحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة أول خطوة رقم واحد تقدير التكاليف الصناعية غير المباشرة التقدرية في بداية العام نبدأ نقدر التكاليف الصناعية غير المباشرة في بداية العام رقم اتنين تقدير مستوى النشاط المتوقع مستوى النشاط الان عليه ساعات عمل مباشر ولا ساعات عمل آلي ولا تكلفة مواد بشرة ولا تكلفة أجور بشرة ولا تكلفة أولية خطوة رقم ثلاثة استخراج معدلات التحميل اللي احنا حددناها في المحاضرة السابقة هل هو معدل تحميل شامل للمصنع ككل ولا معدل تحميل لكل قسم وهل هو معدل تحميل متغير ولا معدل تحميل ثابت إذا كنا بنساعد معدلات تحميل صنعية أو مزدوجة خطوة رابعة استخدام معدلات التحميل التقديرية في تحديد التكلفة الإضافية المحملة خطوة الخمسة في نهاية العام يتم حصر التكاليف الصنعية غير مباشرة فعالية نوصل للفعالية ستة استخراج معدلات التحميل الفعالية نرجع نحسن معدلات تحميل فعالية سبعة مقارنة التكاليف الإضافية المحملة مع التكاليف الصنعية غير المباشرة الفعالية ومعالجة فروق التحميل بعد كده مراكز التكلفة بالمنشآت الصنعية تقسم مراكز التكلفة في المنشآت الصنعية إلى مراكز الإنتاج وهي تلك المراكز التي يتم فيها تصنيع المنتجات يعني تمر بداخلها المنتجات هذه الصفة التي تميز مراكز الإنتاج أنها تمر بداخلها المنتجات رقم اثنين مراكز الخدمات وهي تلك المراكز التي تقدم خدمات فنية مختلفة لمراكز الإنتاج يعني تقدم خدمات فنية لمين؟ لمراكز الإنتاج إذن لا يمر بداخلها المنتجات المنتجات ما بتمرش بداخلها وتقسم إلى مراكز الخدمات دي تقسم إلى مراكز الخدمات الإنتاجية مراكز الخدمات التسوقية مراكز الخدمات الإدارية والتمولية مراكز العمليات الرأسمالية مراحل تخصيص التكلفة المرحلة الأولى تقسط تقسيم المشائلة مراكز ونقسم المشائلة مراكز في مراكز إنتاج وفي مراكز خدمات قلنا مرة أخرى نفكر نفسنا مراكز الإنتاج دي تمر بداخلها المنتجات ما معنى الكلمة دي اللي أنا أكدت عليها كم مرة معناها إن لما تمر بداخلها المنتجات إذن يسهل تحميل تكاليف مراكز الإنتاج على المنتجات إذن يسهل تحميل تكاليف مراكز الإنتاج على مين؟ على المنتجات لأن المنتجات بتمر جواها بتتصنع جواها طب مراكز الخدمات التي تقسم إلى خدمات إنتاجية ومراكز خدمات التسوقية ومراكز خدمات إدرياء وتمولية ومراكز العمليات الرأسمالية قلنا لا يمر بداخلها المنتجات وإنما تقوم على خدمة مراكز الإنتاج إذن طالما لا يمر ما نقدرش نقول زي اللي فاتت دي يسهل تحميلها هنا يصعب تحميل تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الإنتاج على المنتجات يصعب تحميل تكاليف مراكز خدمات العالمين على المنتجات المرحلة التانية من مراحل تخصيص التكاليف تقسيم التكاليف إلى تكاليف عام أو مشتركة وهي التي يستفيد منها أكثر من مركز تكلفة ويصعب ربطها بمركز معين مثل إيجار المصنع نفقات الإضاءة والتكييف والتهوئة والتهوية نفقات الصيانة نفقات القوى المحركة نفقات النشاط الاجتماعي ويتم تخصيصها على مراكز التكلفة يبقى خلي بالك تاني التكاليف العامة دي أو المشتركة هي التي يستفيد منها أكثر من مركز تكلفة ويصعب ربطها بمركز معين يبقى الخلاصة بتاعتها فهي إيه؟ فهي تكاليف غير مباشرة على الأقسام الأقسام هنا اللي هي المراكز وفي نفس الوقت وغير مباشرة على المنتجات يبقى التكاليف العامة غير مباشرة على الأقسام وبرضو غير مباشرة على المنتجات النوع الثاني تكاليف خاصة التكاليف الخاصة دي هي التي تحدث بشكل خاص من أجل مركز معين إذن يسهل ربطها بهذا المركز مثل إيه؟ المواد غير مباشرة اللي تخص هذا المركز الأجور غير مباشرة اللي تخص هذا المركز فهي تكاليف مباشرة على الأقسام اللي هي المراكز يعني وغير مباشرة على المنتجات يبقى تتصف التكاليف الخاصة بأنها مباشرة على الأقسام مباشرة عليها لنتخص المركز بعينه وفي نفس الوقت غير مباشرة على المنتجات اشتركوا في القناة